إن الحمد لله نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُه سبحانه وبحمدِه أولى عبادَه المؤمنين منناً تترَى وأشكُرُه جل وعلا حبانَ ليالٍ مباركاتٍ عشرًا وأجرَى فيها من البركات والرحمات ما أجرَى وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعظمَ للصائمين القائمين ثوابًا وأجرًا وأشهدُ أن نبيَّنا وسيدنا محمدًا عبدُ الله ورسولُه أزكَى البرية محتدًا وقدرًا صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبِه الموفَّقين وردًا وصدرًا والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ يرجو برًّا وذخرًا وسلَّم تسليمًا كثيرًا أما بعد فاتقوا الله عبادَ الله حقَّ التقوى واسعوا في تحصيلها والتماسها واستضيئوا دوماً بنبراسها تلِل لكم القلوب العصيَّة بعد شماسها وتُحقَّق لكم السعادة العُظمى في أطراسها يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَولًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أيها المسلمون تتفيَّأُ الأمة الإسلامية ظلال هذه الأيام المباركة في العشر الأواخر من رمضان بخيراتها ونفحاتها وبركاتها فهنيئًا للأمة بُلوغ العشر الغُر ومباركٌ عليها عشرُها الزُهر ولكن يا رعاكم الله هذه أيام شهركم تتصرَّم ولياليه الشريفة تتقضَّى شاهدةً بما عملتم وحافظةً لما أودعتم وسرعان ما تبدَّى لنا ثلثُه الأخير وقد تصرَّم جُلُّه ولم يبق إلا نزرُه وقُلُّه بل أيامٌ على الكفِّ تُعد فحيَّ هلًا بمُستزيدٍ لا يُرَد نسأل الله قبول العمل وبلوغ الأمل في المُفتتَح والمُختتم شهرٌ حباه إله العرش مكرُمةً فيرحم الله من ضاقت به السُّبُل هو الرؤوفُ بنا هل خابَذُ أملٍ يدعُو رحيمًا بقلبٍ ذلَّه الخجلُ أيها المؤمنون العشرُ الأواخِرُ الدُّرَر من رمضان معينٌ ثرٌ للمُتنافسين ومنهلٌ بالتُّقى عذبٌ يرِدُه العُبَّادُ المُتسابِقون كيفًا؟ وقد كان هديُه صلى الله عليه وسلم فيها أعظمَ الهدي وأكمله وأزكاهُ للنفس وأعظمَه عن عائشةَ أمِّ المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يجتهِدُ في العشرِ الأواخِرِ ما لا يجتهِدُ في غيرِه متفقٌ عليه وفضلًا عن الجدِّ في العبادة والاجتهاد والطِرَاحِ الإرواد يعتزِلُ صلى الله عليه وسلم النساء ويُوقِظُ أهلَه لشهودَ ليالي المغفرة والرحمة والعتق من النار في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم إذا دخلَ العشر شدَّ مئزَرَه وأحيَى ليلَه وأيقَظَى أهلَه فشُدُّوا المآزِرَ وأحيُوا لياليَه وَالتَذْرِفِ الْعَيْنُ دَمْعًا نَدَمْ فَرَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَدُوتٌ حَلِيمٌ كَرِيمٌ كَثِيرٌ نِعَمٌ أيها الصائمون القائمون يا بشراءكم ويا نُعماكم بهذه الأيام المباركة القلائل ازدلِفُوا إلى ربِّكم بالفرائض والنوافِل واستدرِكوا ما فاتكم من الأعمال الجلائل وارشُفُوا شهدَ الوصال بلذيذ القيام والاعتكاف والدُعاء والابتهال فلا تزالُ الفُرصةُ سانِحة والتجارةُ رابِحة لمن بَدَّدَ أيامَ رمضانَ وفرَّقَها وسَلَكَ بنفسِه طرائقَ التفريطِ فأوبَقَها دمعٌ تناثَرَ بلقُ المُسبِلٌ هَطِلُ وَالقَلْبُ مِنْ حَسْرَةٍ مُسْتَوحِشٌ خَجِيلُ وَدِّعْ حَبِيبَكَ شَهْرَ الصَّوْمِ شَهْرَ تُوْقَ وَهَلْ تُطِيعُوا وَهَلْ تُطِيقُوا وَدَاعًا أيها الوَجِلُوا إخوة الإيمان الدنيا كلُّها كلمحة برق أو غمضُة عين فكيف بأيامٍ معدُدات وكيف بالثُلُث الأخير منها فالوقتُ قصير لا يحتملُ التقصير فيا رجال الليل جِدُّ رُبَّ داعٍ لا يُرَدُّ لا يقومُ الليل إلا من له عزمٌ وجِدُّ فعليكم بالاجتهاد والتشمير ألا لا تخرُجوا من رمضان إلا مغفورًا لكم لا تخرُجوا منه إلا وقد أُعْتِقَت رِقابُكم الله الله بحُسن الختام فالأعمالُ بالخواتين يا صائمًا ترك الذنوب تعفُّفًا أضحى رفيق الصبر واللأواء أبشر بعيدك في القيامة رحمةً محفوفةً بالبر والأنداء معاشر المؤمنين هل أدركنا أن لشهر رمضان نهورًا يجدُر أن تستضيئ به النفوس والقلوب فتُثبِّتُ الأمة أقدامها على طريق التغيير بوعيٍ لا تشوبُه رغبات وبثباتٍ لا يُعكِّرُه ارتجالُ وثبات أم أن حظَّنا من رمضان هو الإسم المعروف والزمن المألوف وصلةُ المُناسبة المُنبتَّة عن الواقع والحال حين تُشرِقُ الشمس أو يُطِلُّ الهلال إن الأمة بحاجةٍ إلى الثبات على الطاعة والتقوى في هذه الأيام أكثر من أي زمان فبهما تُستدفع الخُطوب وتُكشف الكُروب ويُصلِح حالنا علَّام الغيوب وإنها لمناشدةٌ جهيرة ونحن نعيش أفضل الأيام والليالي لأن يتنادَى المُسلمون جميعًا إلى التواصِي بالحقِّ والخير والتعاون على البرِّ والتقوى والتحلِّ بالفضائل الدينية والآداب الإسلامية أيقِذوا قلوبكم من سنة الخواطر واحبِسوا ألحاظَكم عن محظور المناظر والسعيدُ من تحلَّى بزينة الطاعة واقتدَحَ بزند الجماعة وتجافَى عن طريق التفريط والإضاعة لينالَ الأجرَ والشفاعة أمة الإسلام أمة الإسلام وهنا يُندَّدُ ويُستنكَرُ بكل المُحاولات المُتكرِّرة للنيل من مُقدَّسات الأمة واستفزاز مشاعر المسلمين بالاعتداء على المسجد الأقصى المُبارَك واقتِحام باحاتِه في مُحاولاتٍ يائسة لا تزيدُ الأمة إلا استمساكًا بحقوقها المشروعة في الحفاظ على مُقدَّساتها والدفاع عن قضاياها كما يُشادُ بما ننعمُ به في رحابِ الحرمين الشريفين من الأمن والأمان والسلامة والاطمئنان وتوافُر منظومة الخدمات كافة بفضل الله ثم ماتُوا ليه قيادةُ هذه البلاد المُبارَكة للحرمين الشريفين وقاصدِهما وضيوف الرحمن من المُعتمرين والزائرين جعله الله في موازينها ألا فاتقوا الله عباد الله تراحموا، وتسامحوا، تصافحوا، وتصالحوا، وحقِّقوا مقاصِدَ الصيام قولًا وعملًا فرمضان فرصةٌ لاستشعار المعاني السامية التي قصدَ إليها الدينُ الإسلاميُ الحنيف يتواردُ في تحقيق هذه المُهمة العظيمة الأُسرة والمسجد والمدرسة والمُجتمع ووسائلُ الإعلام وقنواتُ التواصُل الاجتماعي في مُراعاةٍ لأهمية المُحتوى الإعلامي الهادف الذي يتناسبُ وحُرمةَ الشهر الكريم والتجافِ عن الأطروحات المُثيرة التي تُثيرُ الفتنة وتفتقدُ الموضوعية والواقعية والمصداقية وتعمدُ إلى الإثارة والتشويش والبلبلة وتأسَّوا بنبيِّكم صلى الله عليه وسلم فقد كان أجودَ الناس وكان أجودَ ما يكونُ في رمضان بادِرُ بعمل الخير والبذل والعطاء والإحسان والإنفاق في المجالات الخيرية وهنا يُشادُ بالحملة الوطنية للعمل الخيري عبرَ منصَّة إحسان مما يُؤكَّدُ على تفعيلها وإنجاحها استثمارًا لهذا الشهر الكريم وهل كفاءُ ذلك إلا المنازلُ العُلا في الجنان مُفتَّحةً بالدخول مع باب الريان فَيَا طُوبَى للصائمين وَيَا بُشْرَى للقائمين وقد قال عزَّ من قائلٍ في ثنايا آيات الصيام يُريدُ الله بكم اليُسر ولا يُريدُ بكم العُسر ولتُكمِلُوا العِدَّة ولتُكَبِّرُوا الله على ما هداكم ولعَلَّكُم تَشكُرُون بارَكَ الله لي ولكم في القرآن والسُّنة ونفعَني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول قولي هذا وأستغفرُ الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل خطيئة وإثم فاستغفرُوه وتوبُوا إليه إن ربي لغفورٌ رحيم الحمد لله نحفِدُ إليه بالصيام ونسعَى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نرجوه دفع السُّوء دفعاً وأشهد أن نبيَّنا محمدًا عبدُ الله ورسولُه أعظمُ البرية للعالمين نفعاً صلَّى الله وبارَكَ عليه وعلى آله وصحبِه خير من أرهَفَ لهم الصيامُ خُلُوقًا وطبعًا والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما أجرَى رمضانُ من التوابين دمعًا وسلَّم تسليمًا مزيدًا أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشرَّ الأمور مُحدثاتُها وكل بدعةٍ ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذَّ شذَّ في النار واغنَموا آخرَ الشهر لمحو الذنوب بالتوبة وبادِروا زيادة الحسنات بالاستغفار والأوبة إخوة الإسلام يتفضَّلُ ربُّنا جلَّ وعلا على عبادِه بنفحات الخيرات ومواسم الطاعات فيغتنِم الصالحون نفائِسَها ويتدارَكُ الأوابون أواخِرَها ليالٍ مُبارَكة أوشَكَت على الرحيل فيها ليلةٌ خيرٌ من ألف شهر كان نبيُّنا صلى الله عليه وسلم يعتكِفُ في هذه العشر لينقطِعَ عن الدنيا ومشاغِلِها ومن بعده عليه الصلاة والسلام سارَت قوافِلُ الصالحين المُقرَّبين على الطريق ذاتِه تقِفُ عند العشر وقفة جدٍّ وصرامة تمتصُّ من رحيقها وتنهلُ من معينها وترتوِي من فيضِ عطاءاتِها وهذا دأبُ السلَفِ وديدَنُ الصالحين تحرِّيًا لليلة القدر الشريفة إنها الليلة التي من قامها إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه إنها الليلة التي من حُرِم خيرها فقد حُرِم فكيف لا نجدُّ في طلبِها شهرٌ تنزَّلُ أملاكُ السماء به إلى صبيحتها لم تُثنِها العِلَلُ فليلة القدر خيرٌ لو ظفِرتَ بها من ألف شهرٍ وأجرٌ ما له مثلُ وما أخفاها سبحانه إلا شحذًا للحزائم في الطاعات وبعثًا للهمم في العبادات عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قُلتُ يا رسول الله أرأيتَ إن علمتُ أي ليلةِ القدر ما أقُلُ فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفوٌ تُحِبُّ العفو فاعفُ عني اللهم إنك عفوٌ تُحِبُّ العفو فاعفُ عنا ألا فجدُّوا في طلبها وتحريها؟ وشمِّروا للظفر بفضائلها ومراميها؟ واستبِقوا دقائقها وثوانيها طلبًا للمغفرة والرضوان والعتق من النيران ألا إنها نعمةُ الإيمان؟ وأعظم بها من نعمة؟ ألا إنه بردُ اليقين؟ وأكرم به من زادٍ مُبين؟ وإشراقٍ لا يبين؟ ألا فاتقوا الله عباد الله؟ واختموا شهركم بالتوبة والإنابة والشُكر والتكبير وأدُّوا زكاة الفطر في ختام شهركم طيبةً بها نفوسكم على وفق سنة نبيِّكم صلى الله عليه وسلم فهي طُهرةٌ للصائم من اللغو والرهَث وطُعنةٌ للمساكين نسأل الله لنا ولكم التوفيق والقبول إنه جوادٌ كريم هذا وصلُّوا وسلِّموا رحمكم الله على النبي الخاتم خير معتكفٍ وصائم ومُتهجِّدٍ وقائم كما أمركم المولى العظيم في التنزيل الكريم فقال عزَّ من قائل إن الله وملائكته يُصلُّون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليمًا وقال صلَّ الله عليه وسلَّم من صلَّى عليَّ صلاة صلَّ الله عليه بها عشرًا يا أيها الرَّاجون خيرَ شفاعةٍ من أحمدَ صلُّوا عليه وسلِّموا صلَّى وسلَّم ذُو الجلالِ عليه ما صامَ عبدٌ أو تهجَّدَ مسلِّمُوا اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد وبارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والآئمة المهديين أبي بكرٍ وعمر وعُثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ واقتفى يا خير من تجاوز وعفى اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحمِ حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنًا مُطمئنًا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمِنَّ في أوطاننا موفِّقَ إمَّتَنا وولاة أمورنا وأيِّد بالحقِّ والتأييد والتسديد إمامنا ووليَّ أمرنا اللهم وفِّق إمامنا خادم الحرمين الشريفين ووليَّ عهده إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين وإلى ما فيه الخير والرشاد للعباد والبلاد واجزهم خير الجزاء وأوفاه على ما قدَّموا للحرمين الشريفين وقاصدهما اللهم وفِّق جميع أولاة المسلمين واجعلهم لشرعك محكِّمين ولسنَّة نبيِّك صلى الله عليه وسلم متَّبعين ولأوليائك ناصرين اللهم وفِّق رجال أمننا والمُرابطين على ثغورنا وحدودنا واجزِ العاملين في الحرمين الشريفين خير الجزاء اللهم تقبَّل شهداء جنودنا واسفِ مرضاهم وعافِ جرحاهم وسدِّد رميهم ورأيهم وانصُرهم على عدوِّك وعدوِّهم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألِّف بين قلوبهم وأصلِح ذات بينهم وهدهم سُبُل السلام واجنِّبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن وأصلِح أحوالهم واحقِن دماءهم وكل المُستضعفين في كل مكان اللهم افرِّج هام المهمُومين ونفِّز كرب المكروبين واقضِ الدين عن المدينين واشفِ مرضانا ومرضا المسلمين اللهم احفَظ مُقدَّسات المُسLYMين اللهم احفَظ المسطد الأقصى اللهم احفَظ المسطد الأقصى اللهم احفَظ المسطد الأقصى من كيد الكائدين ومكر الماكرين وعدوان المعتدين اللهم اجعله شامخًا عزيزًا إلى يوم الدين اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوءٍ فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تذبيره تدميرًا عليه يا سميع الدعاء اللهم اجمع كلمة الأمة على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار واحفظنا من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر فيكتب له عظيم المثوبة والأجر ويمحى عنه كل ذنبٍ ووزر اللهم اكتبنا من عُتقائك من النار اللهم اكتبنا من عُتقائك من النار اللهم أعد علينا رمضان أعوامًا عديدة وأزمنةً مديدة ونحن في خيرٍ وصحةٍ وحياةٍ سعيدة ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدين ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميعٌ قريبٌ مجيب الدعوات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين